واصداء الحلقة بتاعت مبارح كان فيه تفاعل واسع جدا وفيه اصداء واسعة جدا للحلقة بتاعت مبارح وليه بقول الكلام ده؟ اقولك احنا مبارح بنتكلم على اجراءات الحكومة في التشديد على الاسواق وزي ان الحكومة المفروضة انها تاخد اجراءات شديدة الحزم والقوة والدقة والردع الى اخره علشان السوق يتزبط اللي بيقول الكلام ده مزيع مصري في برنامج مصري داخل التلفزيون المصري يتحدث عن الحكومة ويوجه لها نقد النقد بغرض الاصلاح النقد بغرض ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يتعمل افضل ونعمله بما فيه صالح المواطن والوطن طبيعي لكن انا ما بفهمش التضليل بصراحة يعني لما الاقي حد ايا كان ويقول ده فيه ناس بتخش تشتري الجبنة وعلى ما تتوزن يروح يحاسب يلاقي السعر تغير يعني اي حد يقول الكلام ده ولا يكتب الكلام ده ولا يعرض الكلام ده يعني ما هو برضو لازم نقول الكلام موزود لازم نقول الكلام بالمنطق يعني ثم السؤال اللي بعده ايه الهدف يعني ايه الهدف ان انا اطلع على شاشة او اطلع على محطة ازعية او اكتب على سوشيال ميديا لو انا شخصية عامة معروفة معتبرة واقول كلمتين زي دول عن بلدي ده واحد اتنين ومش منطقيين الهدف ايه ما هو لازم كل حدا في الدنيا تتقال يبقى وراها هدف هل جملة زي دي من الممكن ومن الوارد او من اي منطق باي زاوية كانت انه تحسب انها نقد موضوعي بغرض الاصلاح ولا ده تضليل والغرض منه تعتيم الصورة وافسادها واقتمها او انه الناس تحبط او انه معدل غضب الناس داخليا يزيد او ان انا خلي صورة بلدي او مجتمعي وحشة ما هو انا عايز الاقي مخرج واحد مخرج واحد منطقي بس مش لاقي مش مهم مين اللي قال حقيقي مش مهم بس شوف انا بضرب لك بس المثل ما بين اظن انه الحلقة بتاعت مبارح كانت شديدة اللهجة ولكن في نفس الوقت كانت بمنتهى الموضوعية والمهنية ودون اي تجاوز ولهذا كانت تفاعلاتها طيبة جدا مش قصة مين زعل ومين ما زعلش مش دي القصة لكن فيه تفاعل حقيقي وفيه اصداء حقيقية للحلقة ابص على جوانب اخرى الاقي الكلام ده وبعدين انا اللي بفهمه يا جماعة هو انتو لقتوني قبل كده انا او غيري من زميلي في التلفزيونات المصرية تاني في القنوات والتلفزيونات والشبكات المصرية بنجيب سيرة حد يعني مثلا بنتكلم على اي دولة صديقة شقيقة او غيرها لا بنتكلم على الاوضاع الدخلية بتاعت حد لا بنتكلم على الازمات بتاعت حد اقتصادية كانت او غيره لا بنتكلم على عجز الموازنة بتاعت حد لا بنتكلم على انفاق غير مبرر او مبرر بتاعت حد لا لا يعنينا لا يعنينا صح كده طب ازاي حد تاني بيتكلم عننا وما بيتكلمش على نفسه على بلده يعني بتتكلم عنه وتتكلمش على بلدك ليه بلدك بكل الفخر يعني انا مش فاهم بجد ولا انا بجد مش فاهم مش مستوعد يعني احيانا تاخذني نوازعي الانسانية وانا شخص في امور معينة بيبقى فيه عندي كده ايه عاطفة ما جياشة يعني ممكن مثلا اهب في حد كده وبعد شوية صالح يصعب علي يعني لو ما انا ما بحبش ازاعي في حد انا شخص عموما متقلب المزاج احيانا خول ايدي احيانا كتير جدا جدا اقر بذلك دائما واعترف اصدقائي جدا وعيلتي عارفين ان انا راجل خول ايدي بس لو انا زعلتك بصلحك في نفس اللحظة ما بقى يعني ولما بزعل حد بقى سعلك يجي على بالي ايه يعني ما اكلمه طيب خطره بكلمتين بس ما هم مش مقل ما مش عارف اكلمك اطيب خطره بكلمتين مش عارف انت مش مديلي فرصة مش سايب لي مساحة يعني ازاي يا سادة يا كرام الفارق ضخم جدا 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 ما بين انك تنتقد بموضوعية ومهنية ودون اي تجاوز اخلاقي وما بين انك تقرر تحول من برك ايا كان ايه هو مقال ولا شاشة ولا راديو لمشتمه او تحولوا الى اصرار على اعتام الصورة لو سمحتوا محدش ليه دعوة بينا السبيل الوحيد لانقاذ مصر ليس بيع ما تمتلكه مصر الكلام الفارغ اللي تقال على اصل السندوق مش هيعمل لنا حاجة ومفيش حد هيعمل حاجة لمصر ومفيش حد هيساعد مصر ولم يعد احد مستعد لمساعدة مصر الواقع بيقول غير كده فحتى السندوق عمل اعادة مفاوضات مع مصر وعلى ما يبدو انها تذهب في طريق النجاح وواضح جدا من الاخبار المنشورة انه وصلنا الى اتفاقات مبدئية وانه حتى المنح او المساعدات او الحزم عمالة بتزيد يعني هو احنا يا جماعة تخلفنا عن سادات قرد واحد لأ قرد مين هو احنا تخلفنا عن سادات سنت واحد ما حصلش احنا بقلنا عشر سنين في منتهى الالتزام بل انه في بعض الامور كنا بنروح جمعت معنا المبالغ بنروح ندفع مقدم ونخلص لكن ما حصلش ان احنا لتعثرنا ولا عملنا ديفولت ولا تراجعنا ولا ونبقى اصلا معلش ولا ولا ميلنا على حقق انه بالله يخليك بس ايه لو تأجلي بس قسطين كده مش كده واحدة واحدة استاذ ارجوك واحدة واحدة استاذ عشان خاطر اللي بنا واحدة واحدة استاذ لا اي استاذ وكل استاذة وعلى عيني